أنا جماعة فرحان فرحة والله العظيم من جوه جوه قلبي احنا الشهور اللي فاتت مش عايز اقولي السنوات اللي فاتت الجمهور ما كانش بيروح لمنتخب مصر بشكل كبير كانت حاجة تزعل وقلنا ساعتها ان الجمهور تحول لجمهور اندية مش جمهور لمنتخب مصر كنا متضايين اوش لاستاد بكرة مفهوش كرسي فاضي تذكرتي اعلنت ان التذاكر خلصت وحتى لما تذكرتي اعلنت ان التذاكر خلصت ما اجدبش عليك الان دي يكون فيه مسلا دعوات الان يكون فيه ناس ما اشتروا مجموعة تذاكر ومحدش هيروح الان برضو المدرجات تبقى فاضلة يعني لسه الان هو الجمهور سبيع بكرة هيروح ويسرد منتخب مصر مالش انا اسف انا بقول كلام يعني المفروض يزعل بس اللي حصل قبل كده خلاني محبط شويتين هتولي الصورة في الصورة صورتها النهاردة في احدى المولات والناس وقفة طوابير طوابير عشان يطلعوا الفان اي دي عشان يحضروا بكرة مباراة لمنتخب مصر طوابير المشهد ده بقالي سنين ما شفتهوش الا في مباريات الاندية اهلي او زمالك لكن الناس فاهمين ايمة اللي بيحصل فاهمين يعني ايه منتخب مصر بيلعب مباراة مهمة في تصفيات كاس العالم واعتقد جزء كبير بجانب طبعا الاولوية لمنتخب مصر الناس دي رايحة متحمسة بحماس جهاز فني جديد بكرة الكابتن حسام حسن وطبع النجوم بقى صلاح وتريزيجي ومصطفى محمد وامام عشور وزيزو وعبد المنعم ووش الناوي ومصطفى شبير وكل الايبة اللي موجودة دي ربنا يكرمنا بإذن الله والناس بكرة تروح فرحانا الاستاد مليان استاد الرعب استاد الكاهرة بكرة بالجماهير ومهم جدا جدا ما نكونش رايحين للملعب نتفرج لا سهلا مصر 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 قعد قول اسم مصر شجع يعني مش عايزك تقلف اغنية مش عايزك تلحن قعد قول مصر وخلاص دي كفيلة انها تخلي اللعيبة في ارض الملعب تطلع نار من بقى حماس شديد ما تقعدش ساكت انا قاعد ها مصر 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 بس إلعب يعني فيك كلام صغير تمام احنا برضو بالمناسبة ودي حكاية محتاجة بس منعشات فيها كثيرة مع الناس اللي بيعودوا في المدرجات انه بقى انا عشان عايزين نعمل اغاني حلوة فنخلص الاغنية ونريح يعني اقول كلمتين التشجيع مش كله اغاني التشجيع ممكن يبقى كلمة تحمس الدنيا كلها ان شاء الله يعني بكرة الاستاذ يبقى منور بيكم بقمون مصر العوضي اشتركوا في القناة